يبدأ غداً السبت تسويق المكملات الغذائية والمنتجات التجميلية القائمة على القنب الهندي بشكل رسمي في المغرب حتى الآن تم تسجيل تسعة مكملات غذائية وعشرة منتجات تجميلية لدى مديرية الأدوية والصيدلة بحسب محمد لحبابي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في البداية ستكون هذه المنتجات متاحة حصرياً في الصيدليات ومع ذلك وفقاً للقانون 13-21 يمكن للمحولين المصنعين فتح نقاط بيع خاصة بهم بشرط تلبية المعايير القانونية المطلوبة والحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنراك ووفقاً لرئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عقدت اليوم في مقر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنراك اجتماعاً حاسماً بحضور ممثلين من أنراك ومديرية الأدوية والصيدلة دي ام بي والصيادلة ترأس الاجتماع العامل المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي وكان الموضوع الرئيسي للنقاش هو تسويق المنتجات الدوائية وغير الدوائية القائمة على القنب الهندي أوضحت المناقشات القوانين المتعلقة بنسبة التتراهيدروكانابينول THC في المنتجات وأشار المصدر نفسه إلى أنه عندما تكون نسبة التتراهيدروكانابينول أعلى من 1% يكون المنتج مخصصاً حصرياً للصناعة الدوائية مما يستلزم تحويله إلى دواء في المقابل، إذا كانت نسبة التتراهيدروكانابينول أقل من 1% تتوسع إمكانيات التحويل لتشمل المنتجات التجميلية والمكملات الغذائية ومواد البناء وغيرها وجر التأكيد في الاجتماع السالف الذكر على أن المكملات الغذائية يجب أن تحتوي بالضرورة على الكانابيديول CBD بنسبة تتراهيدروكانابينول أقل من 0.3% في حين يجب أن تصنع المنتجات التجميلية من الكانابيديول بنسبة تتراهيدروكانابينول 0% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر